في قاعة المؤتمرات الكبرى سيبوبو بمدينة ملابو عاصمة غينيا الاستوائية انطلقت رسميا أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر قمة رواساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا السياسية ثم استهلت المناسبة بكلمة للممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا أبدو أباري الذي نقل للحضور تحييات الأمين العام للأم المتحدة أنتونيو جوتريش وقال أباري إن إنعقاد الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا يأتي في أعقاب إنعقاد الجمعية العامة للأم المتحدة في سبتمبر المنصر بما يشير إلى تناسق الرؤى وتقاسم الأهداف المشتركة في البحث عن عالم يسوده السلام والاستقرار والتنمية مشيدا بجهود المجموعة في تأزيز السلم والأمن في فضائها وخاصة جهودها في اختيار رئيس الكونغولي أنتوان تيسيكيدي كوسيط لمتابعة المرحلة الانتقالية في شاد والتي تكللت بنجاح كبير كما لفت أبدو أبري إلى التدائيات الخطيرة لما يجري في السودان والتدفق الهائل للاجئين السودانيين محزرا من مقبض هذه التدائيات محيّن الجهود الشادية المتمثلة في إيواء اللاجئين واحتضانهم في أراضيها معكدا وقوف الأم المتحدة إلى جانب المجموعة في كل مسعاها لاستذباب الأمن والسلام أعقبه في الحديث رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا جيلبرتو دابيداد فيرسيمو الذي أشار إلى أن جدوى الأعمال هذه القمة سيجعل من موضوع السلام والأمن بمنطقة وسط أفريقيا محور النقاش في كل الجلسات مذكرا الجميع بأن رئاسة الدورية للمجموعة التي ابتدرها رئيس جمهورية غينية الاستوائية تيودورو أوبيان جيما بازوغو منذ أربعة عوام تقريبا كان لها الأثر البالغ في تحسين خطوات المجموعة وفي خطابه الرسمي الافتتاحي لأعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين قال رئيس جمهورية غينية الاستوائية تيودورو أوبيان جيما الرئيس الدوري لمجموعة السياسية إن مشاركة جميع الدول العضاء في هذه الدورة لإشارة اعتبار لشعب غينية الاستوائية وإشارة كذلك للالتزام القوي من جانب الدول الأعضاء على التكامل الاقتصادي المنشوط مشيرا أوبيانج إلى أن الحكم الرشيد الديمقراطية العدل الاجتماعي والحرية لهي مبادئ مثل تلتزم بها المجموعة مضيفا بأن إن قائد الدورة يأتي تزامنا ما لاحتفال بالذكرى الحادية والعربائين لتأسيس السياسي وعليه سيقام معرض كبير لتسويق وعرض المنتجات الأفريقية على حامش الدورة لتشريف هذه الذكرى التي سطرها المؤسسون في الثامن عشر من أكتوبر 1983 الجدير بالذكر أن جلسات مؤتمر القمة للدورة العادية الخامسة والعشرين ستناقش ملفات عدة منها تقرير المجلس الوزاري التمهيدي للقمة وستنتهي أعمال الدورة ببيان ختامي كما أن حضور رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا ممثلا رئيس الجمهورية كان حضورا قويا يحمل معه التزام شاد وإيمانها بمدى أهمية الاندماج السياسي والتكامل الاقتصادي للكيانات الإقليمية والقرية